خرقت قوات النظام السوري اتفاق وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية شرقي دمشق عقب محاولتها التقدم في المنطقة بالتزامن مع قصف مدفعي واندلعت اشتباكات متقطعة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام على محاور انترما وجوبر وذلك عقب محاولات نظام ومليشيات داعمة لها التقدم بالمنطقة وتزمن تقدم قوات النظام السوري مع قصف مدفعي وصاروخي استرث نقاط عن ترما وجوبر ودوما من دون ورود انباء عن سقوط قتلى في هذه الاشتباكات